السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين أهلا بكم حلقة جديدة وبرنامج طبيب مصر هكون معكم على مدار الساعة إن شاء الله دكتور عمد عبدالله ستشارك رحات ومنظير وتجميل الأنف والأذن والحنجرة زي ما تعودنا دائماً أي حد عنده أي سؤال أو أي استفسار بيخص رحات ومنظير وتجميل الأنف والأذن والحنجرة يشربني بالاتصال على الهواء المشرطة هكون سعيد جداً ومبسوط وأنا بجاوب على حضراتكم وبنتواصل مع بعض ونتشارك مع بعض هواء قناتي المحبوبة قناة الصحة والجمال لحد ما تيجي أسئلة حضراتكم كنت حابب أدرتش في موضوع مهم جداً موضوع بشوفه كل يوم في العيادة ما فيش بيت تقريباً في مصر أو في الوطن العربي إلا ويتكلم أو طرح فيه الكلام في الموضوع ده الموضوع ده بتلاقي فيه الكلام على النقيدين النقيد والنقيد الآخر ناس معا ومشجعة ومرحبة بقوة وبشدة وناس ضد ويعني الموضوع بالنسبة لهم بيبقى يحمل ناقص من الخطر وناقص من الرعب ولأ ومقاومة جديدة جداً الموضوع اللي هنكلم عنه النهاردة ألا وهو استقصال اللوستين الأول كتير جداً من الناس زي ما اتفقنا هو الموضوع النقيدين كتير جداً من الناس بيجيني العيادة وهو عنده قناعة كده أن اللوز دي حاجة مضرة في جسم الإنسان أن اللوز دي زي الطهارة عند الذكور لازم أي طفل يتولد أو أي طفل تتولد عند سن معين نشيل له اللوستين كأنها عبء على كاهل أو على جسد هذا الطفل أو الطفلة ولازم نتخلص منها فوراً في أقرب فرصة ده الجانب من الناس على النقيد أو على الجانب الآخر الناس بيكون الطفل بيعاني فعلاً وعنده مشاكل فعلاً واللوز أذياء فعلاً وعملة يعني حاجة رخمة في جسم الطفل ومع ذلك اللوز بيقول لك يا دكتور اللوزة دي مهمة اللوزة دي مفيدة اللوزة دي عضو المناعة خلي بالك أنت هتعمل إيه؟ يعني ركز كده وأنت بتاخد القرار الاتنين تناسوا حقيقة ألا وهي أن المفترض أن أي حاجة في جسمنا ربنا خلقها لها وظيفة لكن لو الحاجة دي تخلت عن وظيفتها وبدأت تأذينه بيجي هنا دور التدخل الجراحي يعني أصلاً العمليات الجراحية اتعملت أو اتواجدت علشان إنقاذ جسم الإنسان طبعاً يعني الجزء من الرعب أو الفوبيا ده بيخش فيها جزء من أسبابها المهمة بصراحة جزء من أطباء كتير من زميننا داكاترة الأنف وأذن للأسف الشديد دواعي استقصال اللوزتين عندهم هي وجوز اللوزة زي الجانب الأيمن نحنا تكلمنا عليه اللو أقصى اليمين وده طبعاً مش صح وكتير جداً من داكاترة بقى البطنة أو داكاترة الأطفال عندهم استقصال اللوز هو يعني كأنك بترتكب جناية أو جريمة في حق الطفل وده أقصى اليسار وده برضو مش صح النهاردة احنا مع حضراتكم علشان نحاول نحط إدينا على النقط وأي حد دلوقتي بيشوفني بالتلفزيون أي حد قاعد تفرج عليها دلوقتي بعدما الحلقة تخلص بيبقى عنده إن شاء الله إن شاء الله تصور وقناعة كافية إمتى ياخد ابنه أو بنته لدكتور الأنف وأذن قول لو سمحت يا دكتور الولد دا أو البنت دي عاوزين نشيلها اللوز دا أول سؤال عاوزين نجاوب عليه النهاردة مع حضراتكم خلال الحلقة بتاعة طبيب مصر السؤال الثاني الخزعبلات بقى والكلمات اللي بنشوفها أو بنسمحها طول الوقت سواء في مرحلة تشخيص اللوستين أو سواء في مرحلة إجراء العملية نفسها الأول قبل ما نتكلم إيه يا اللوستين اللوستين دي نسيج لنفاوي ربنا خلقهم وأشهرهم فارنجل تنصل اللي احنا بنشوفهم لما نفتح بقنا وننزل اللسان بيخفض اللسان أو حتى في بعض الأحيان بيكون اللوز حجمها كبير جدا لدرجة إن أنا مش محتاج خفض لسان علشان أشوف اللوستين اللوستين قفلين الزور أو طالعين فوق اللسان ودي هي الفارنجل تنصل أو اللوز الحنجرية ودي الأشهر اللوستين طب واحد يقول لي يقول لي فيه أنواع تانية من اللوز اللحمية اللي احنا ما يطلق عليها اللحمية اللي هي وراء المناخير لأننا حتفقنا اللحمية دي احنا أي نمو غريب في جسمنا بنقول عليه لحمية لحمية في الرحم لحمية في عنق الرحم لحمية أحبال سلطية لحمية مناخير لحمية جيب أنفية لحمية بلعوم أنفي لكن اللي أنا أصدع لها هنا اللي هي لحمية اللي بتيجي كتير قوي في الأطفال اللي هي لحمية البلعوم الأنفي اللي بتسبب ليه كاتمة في النفس بتعمل مية الطابلة بتعمل التهابات في الحلق المتكررة التهابات في الانت متكررة تباول لإرادة أحياناً بتعمل أحياناً قد تصل موضوع إلى حاجة اسمها أسس أو متلازم تقطع النفس أثناء النوم دي كلها لحمية البلعوم الأنفي اللي أنا بتتكلم عليها النهاردة دي برضو بيسموها نيزوفرينجيل تونسل أو لحمية البلعوم الأنفي أو لوزة البلعوم الأنفي فيه لوز تاني أو فيه حاجات تانية آه في حاجة اسمها لينجيل تونسل موجودة في قاع اللسان ودي أحياناً من ضمن الحاجات اللي بعد ما نشيل الفرينجيل تونسل أو اللوز العادية اللي احنا عارفينها تبدأ تكبر بعد شوية وكتير قوي ممكن الناس تتخضيوا لك ده اللوز بترجع مرة تانية فيه شوية خلايا منتشرة في جدار الحلق برضو طبع خلايا الانفاوية المسؤولة عن خط الدفاع الأول أو خط الحماية الأول لجسم الطفل ودي كلها بيبقى عضو من أعضاء جهاز الحماية وجهاز المناعة لجسم الطفل طب واحد يقولي طالما أنت بتقول كلام والله يا دكتور حلوة أو ياهو وزي الفل واللوز دي مفيدة واللوز دي جميلة طب ليه أنتوا بتشلوها؟ ليه أنتوا بتاخدوا القرار أن اللوزة دي تتشايد؟ هجاوبوا ببساطة اللوزة زي ما اتفقنا هي خط الدفاع الأول هي البوابة هي الحارس هي الحماية هي 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 وأعدت عددت لك كل فوائدها طب واحد يقولي طب هي بتشتغل إزاي؟ بمنتهى البساطة الميكروب هو داخل من النفس مع النفس أو مع الأكل أو من الفم بيبدأ النيزو فارنجيل تونس اللي هي اللحمية والفارنجيل تونس اللي هي اللوزة العادية اللي احنا عرفينها بيتعرفوا أو بيعلموا الميكروب ده يبدأ خلايا الجهاز المناعي تفرز تي سيلز أو الجيش الطبيعي بتاع جسم الإنسان التي سيلز أو الجيش الطبيعي بدأ يبدأ يتفرز يبدأ يخش في جسم الإنسان يبدأ يهاجم هذا الميكروب أو هذا الجسم الغريب اللي هو عمله ايدنتفيكيشن أو اللي هو اتعرف عليه قبل كده معنا اتصال سيد الصبحي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله تعتمر الصبح والله عندي يا دكتور مريم خمس سنين على طول من ناحيةها بتجيب دم كده بتنزر دم من ناحيتين ولا ناحية واحدة بالصبح لا يعني أوجات ناحية واحدة أوجات ناحيتين طيب في أي سؤال تاني ولا جاوبك لا بس هي بتاخد علاج للغضة الدرقية التروكسين لي علاقة ولا لا مدوش هجاوبك حالا حاضر هجاوبك حالا طيب يبقى رجعينا مرة تانية يا جماعة لموضوع الحلقة المهم اللي هو اللستين وانا بستأذن أخوتنا في الكنترول يدودي بس عشر دقيق هنقفل السؤال الاولاني اللي هو إزاي باخد قرار وانا قاعد في البيت وتفرق في التلفزيون إن ابني أو بنتي أو أخويا أو ابن عمي محتاج إن هو يشيل اللستين بعد كده طبعا مرحب بكل لتصلاة إخواتنا وأحبابنا اللي بشوفوني دلوقتي في البيت ومن شاشات التلفزيون على شاشة قناتنا المحبوبة الصحة وجمال يبقى اللوزة اتعرفت على المكروب أو الجسم الغريب بدأت تفرز له التي سيلز أو الجيش اللي بيهاجم أو بيحارب في المقابل أحيانا نتيجة كتر الإصابة اللوزة بتتصاب 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 يحصل نوع من أنواع السعار أو الجنون بيسموه هنا مناعة ذاتية بيبدأ التي سيلز دي بدل ما بتخش يتهاجم المكروب لا ده بدأ يهاجم الجسم نفسه لأن حصل نوع من أنواع الجنون بالضبط هنشبهها لو أنا عندي عمارة والعمارة دي عليها حارس والحارس ده وظيفته أنه يحمي العمارة أو يحمي الشؤى اللي في عمارة من السرقة طيب لو الحارس بتاع العمارة ده بدأ أنه هو يسرق العمارة أو لو الحارس بتاع العمارة ده وهو موجود قاعد على الباب بدأت العمارة تتسرق الأول قبل ما نعرف أنه هو اللي كان بيسرق مرة عدناها التانية عدناها التالتة الرابعة الخمسة الستة السبعة لا لازم يكون لنا وقفة اما اللي انت واقف بتعمل ايه ايه دورك طيب لو احنا قعدنا نعمل شوية تحريات وبدأنا ندقى ونفحص لان الحارس ده نفسه هو اللي بيسرق العمارة هنعمل فيه ايه وهنا يأتي السؤال متى نستقصل اللستين نستقصل اللستين خوفا من المناعة التاتية اللي معروفة باسم الحمى الروماتيزمية اللي بتبدأ تهاجم الجسم نفسه بنبدأ بالمفاصل ايدين والرجلين تلاقي الطفل يقولك والله يا بابا انا ماشي رجل توجعني تلاقي الام جايلي في حالة تقولي والله الولد ده يعني يمشي معانا مشوار ما بيقدرش يكمل بيطلع السلم بيعيط بتلاقي لعب في وسط صحابه وفجأة يقعد في جنبي مش قادر طفل صغير مش قادر كانه رجل كبير دي اول حاجة تخلي الاب والام ياخدوا بالهم يركزوا تاني حاجة بعد الشر ممكن تهاجم عضلة القلب تسيب حاجة اسمها بصمة في القلب حاجة اسمها ارتجاع في الصمام الثلاثي او ارتجاع في الصمام الميترالي المشكلة ان البصمة دي اللي احنا قلنا عليه في الاول اللي هو المفاصل دي بتبقى قابلة للعلاج بتاخد علاج معين بيخف ان شاء الله للأسف الشديد ارتجاع الصمام الثلاثي والميترالي غير قابل للعلاج irreversible خلاص الموضوع انتهى وهنا جمع علماء او دكاترة او استشاري الانف والاذن بدأوا يعملوا احصائيات امتى نخاف على الطفل ده من الاصابة المتكررة بالحمة والصديد على اللوستين وارتفاع درجة الحرارة ده لما بيحصل امتى خاف واقول ان الطفل ده بعد الشر بعد الشر عرضة او نخاف عليه انه يحصل له حمة رومتزمية اعملوا شوية احصائات لطيفة جابوا الاطفال اللي هم جالهم حم رومتزمية بدأوا يشوفوا تاريخهم المرضي ده كم مرة في السنة وده عيه كم مرة في السنة وده عيه كم مرة في السنة بدأوا يعملوا احصائات لطيفة قالوا لو الطفل ده بيجيلوا التهاب صديدي حاد على اللوستين اكتر من ثلاث مرات في السنة لثلاث سنين متتالية يبقى الطفل ده عرضة ومحتاج ان هو يشير اللوستين لو الطفل ده جالوا التهاب صديدي اكتر من خمس مرات في السنة لسنتين متتاليتين يبقى الطفل ده عرضة ومحتاج إن احنا نشير للوسط لو الطفل ده جاله سبع مرات التهاب صديدي متكرر على اللوستين لسنة واحدة مش هستنى السنة الجاية ويبقى عرضة إن بعد الشر يجيله حمر دسمية ده في الدول الأوروبية اللي عندهم إحصاء طبي دقيق أي طفل بيكشف في أي حتة في البلد بيروح معه ريكورد بتاعه بيروح لأي دكتور تاني سافر كان في ولاية وراح ولاية تانية كان في حتة وراح لحتة تانية مقاطعة وراح للمقاطعة تانية الدكتور اللي هو رايح له جديد بيبقى عارف الطفل ده فلاني الفلاني الفلاني عيا كم مرة وعيا تشخيصه إيه هنا هيجيني قصتين صغيرين الدكتور الولد ده هو بيسخن بس ما بيسخنش قوي وزوره بيوجعه بس مش قوي ومناخيره بترشح وبيكوح هل ده نحسبه أقوله لأ نحسب الالتهاب الصديدي السخنية عالية بصعوبة في البلع اللي هو تروح لدكتور الأطفال أو دكتور الأنفوهوزن يقولك الولد عنده التهاب صديدي على اللوس هو ده اللي محسوب طيب إحنا هنا في مصر حتة الريكورديشن أو حتة إن حد يتسجله التاريخ المرضي بتاعه ممكن يكون فيها شوية نقص شوية طيب تسهيلا على الناس وكتير قوي بس الأب والأم الولد ده بيعيدي والله دكتور يعني مش فاكرين طيب يعني أكتر في السنة أكتر من خمس وقت ياه أنا هفتكر سنة فتسهيلا قلنا الطفل اللي بيجيله التهاب صديدي على اللوز أكتر من ثلاث مرات في موسم واحد يعني خلال ست شهور اللي هي نص سنة مفيش أقل من كده يعني مش هقدر أقولك أقل من كده يبقى احسيب لطفل لابنك أو لبنتك أو احسيب لأخو حضرتك لابن عم حضرتك للطفل اللي انتو خايفين أو شايفين إن هو محتاج يشير اللوز احسيب له عدد مرات الإصابة بيسخن كم مرة في السنة لو في الموسم الواحد لو ثلاث مرات التهاب صديدي على اللوز والتهاب شديد على اللوز يبقى الطفل ده محتاج فعلا فعلا إن هو يشير اللوزتين أقل من كده لأ يبقى نستنى على الطفل شوية إن شاء الله مش يحصل له أي مشاكل ونصبر عليه ونبدأ نحسيب له على مدار سنة أو على مدار سنتين هو ده الصح ودي الوجة النظر اللي أنا مقتنع بيها ودي وجة النظر اللي أنا بفعل ممشي عليها يبقى دي أول سبب أو أول داعي لاستقصال اللوزتين التهاب صديدي متكرر ثلاث مرات في موسم واحد نمرة اتنين متاني داعي لاستقصال لو حد جاله خراج خلف اللوز خلي بالكم الكلام لأن كتير قوي بيجي يقولك ده عنده خراج على اللوزة أو صديد على اللوزة لا ده مش محسوب لو حد جاله خراج خلف اللوز ولو لمرة واحدة يبقى الشخص ده محتاج إن هو يشيل اللوزتين وغالبا بيجي فيه سن البلوغ ما بيجيش في السن الصغير ولا بيجي في السن الكبير في سن البلوغ ثالث حاجة لو اللوزتين دول بيتشالوا في وسط عملية زي عمليات الشخير أحيانا بتشيل اللوزتين في وسط عملية رابع حاجة لو اللوز دي كبيرة جدا سد مجرى النفس أيام زمان قبل ما نشتغل بالطرق الجديدة زي الكوبليشن وزي اللي هو الكهير الكهربائي كنا بنشيل اللوزتين دلوقتي مع التطور والتقدم لأ أصبحنا ممكن نشيل جزء من اللوز لو الطفل ده ما بيسخنش ونسيب جزء تاني للطفل ده يستفيد منه للجهاز المناعي معنا التصال سلام عليكم وعليكم سلام مين معاي لو سمحت معاك صلاح ده درجة محظف أهلا بيجي حاجة صباح تفضل تحت أمرك سماعت أم عندي حال سياد عنية في حالة عندي اللي بيش بتشكي اللي هي اللي نخيل مش بيه وعن فيه أنا مش سامع حوضك كويس حاج مش لحمية حاجة زي اللي بيك في الأنف كيس فين بيك في الأنف بيك في الأنف كيس في الأنف تمام طراحة الدجاب مفيش عملية منطلع إلا بخاخر طيب الكيس ده أنت بتمسكه بإيدك وشايفه ولا أنت حاسس بيه بس طيب الكيس ده متوصل بالمخ متوصل بحاجة ولا لا ضيق ضيق حضرتها ضيق الآنف ضيق أنا عمل سامعه من ساعتها كيس ضيق نعم ضيق الآنف مضلع إلا بخاخر ماشي طب مع البخاخر الضيق ده بيروح يا حاجة صلاح هو بيروح لو هي خدس البخاخر يعني في مرة ثابت وركبولها الثدين والكلام دي طيب يا عمرها كم سنة حاجة صلاح حواري طيب عملت أشعة مقطعية قبل كده عملت إشعاعات كتيرة وراحت مصر يعني وراحت أصيوت قبلها ماشيش عملية حاضر الأشعة دي أشعة عادية أم المقطعية حاجة صلاح لا مقطعية كت على المخ مقطعية لا مقطعية على الجيوب الأنفية عملت عملت على الجيوب الأنفية يا جلها دية حاجة ديت خلق عيب خلقي طيب العيب الخلقي دلوقتي يا حاجي صلاح بيتعملوا إصلاح وجميع العيوب الخلقية للأنف بيتم تعامل معها بفضل الله مع الناس اللي هم استشاري المناظير الجيوب الأنفية بيضاروا يتعامل معها كويس كان في سؤال تاني لك يا حاجي صلاح معانا يا حاجي صلاح طيب هجاوب حضاك على السؤال ده وتصل بينا مرة تانية حاجي صلاح يبقى احنا قلنا امتى بنشيل اللوز الاربع احتمالات اللي احنا قلنا عليهم اللي احنا بناخد فيهم قرار استقصال اللوزتين الاحتمال الخامس لو بعد الشر ظهر او شكينا في وجود ورم على اللوزتين في الحالة دي بنعمل حاجة اسمها اكسيجن البيوبسي بنشيل اللوزة كلها علشان نحللها علشان نتأكد ان ده ورم حميد ولا بعد الشر ورم مش حميد ونبدأ نشوف الاجراءات او الفحوصات اللي ممكن نتباحها بعد كده للشخص او للانسان هذا الموضوع عفانا الله وعياكم سؤال صلاح مرة تانية معنا سلام عليكم تحت عمرك سؤالك التانية حاجة صلاح لو سمحت يا دكتور حقول لك على هذا دي لله عناية انا عندي بك حوالي 15 سنة او 16 سنة اروحنا ودنا لدكتور كان عنديها نتابة اللوز تطلع لها اعلاق جال دي معندي اش اعمالية ماشي فراح ودوها لدكتور تاني تمام الدكتور الاول انا دي جلو ابني ممكن تعمل لها بعد شهر تعمل لها عملية بعد شهر بعد اتنين بعد ثلاثة بعد سنة جلو ما عندهاش عملية تمام دا اللي حصل من الدكتور اولاني وعمل لها تحليل والتحليل صليح كويش حلو فيه جل ايه بين شويت ايه انتهابات في اللوز تمام مع العلاج حيمشو حلو واول مرة دي حلو دا كلام جا ما دا اللي انا بقول دلوقتي في حلقة حاجة صلاح لو انت بتابعني هو اللوز مفهاش فورا اللوز مفهاش فورا الا في حالات الاوران بس لكن اي عملية اللوز مفهاش فورا دي لمعلوماتك الشخصية المهم بعدين بص حضرتك حضرتك انا بعاني من عندي فقرات من حوالي لا خلينا بس في جزئة دي لان انا موضوع موضوع الحلقة حاجة صلاح هخليك معي موضوع الحلقة بتاعت النهاردة هو يعني انا انا قصد بها دا ان انت متروحش لأي دكتور الدكتور يقول لك لازم عملية فورية ولازم لو مش شلتهاش هيحصل لك وتحط عليك وابنك هيجراله وتحط عليه انا مش عاوز دا انا عاوز حضرتك وانت رايح بتبقى عارف ابنك او بنتك محتاجين يعمل له عملية ولا فاقول لي بس لان دا نموذك حي لان انا بقول عليه النهاردة لما روحت للدكتور التاني قالك محتاج عملية فورية انت عملت ايه حاجة صلاح معانا وانلقاطها دا الاولاني والتاني هيا البنت دي بقى يا حاجة صلاح بيجي لها التهاب صديدة على اللوز كم مرة في السنة لأ هي اول مرة يدي لها المصصصصصصصصصصصصصصنا طيب في سؤال تاني طيب هجاوبك حاليا حاجة صلاح يبقى كده عزاني مشاهدين يعني اتمنى يكون الرسالة حتى بمكلمة رسالة صلاح تكون وضحت ووصلت بصورة قوية احنا يعني عشان خاطر ربنا اللوث دي مهمة مش مضرة اللوث دي مهمة جدا لجسم الطفل مهمة جدا لجسم الشاب مهمة جدا لجسم الراجل اي حد بنشيله اللوث مناعته لازم بيحصل لها نوع من انواع النزول ولو البسيط لغاية ما بقيت اعضاء المناعة تحاول تكمبنسيت او تعوض هذا النزول في المناعة فعشان كده منشيلش اللوث للطفل او للطفلة الا لما نكون متأكدين ان اللوث دي فعلا فقدت وظيفتها الحماية فقدت وظيفة الحماية اللي مفترض ربنا خليها علشانها وبالعكس اصبحت مضرة وضرت جسم الطفل لازم تبقى في النص يا جماعة لده غلط لده صح ولده صح ده غلط وده غلط اللي هو انا عمري ما هشين اللوث ابدا ابدا مهما حصل ده غلط واللي يقول لك لازم كل اللوثة تتشال غلط ده غلط وده غلط احنا فيه دواعي واضحة وصريحة ومحددة بنمشي عليها لو طبقناها على كل حالة يعني بنت رسول صلاح طبقنا عليها اول مرة تعية في السنة يبقى حرام تشيل اللوث اللوث دي شغلها كويس عيدة مرة اثنين تلاتة في السنة يبقى كويس لكن مرة كل شهر والتهاب صديدي والتهاب شديد والعيد خنيته عالية ونروح لازم ياخد حقا وعليه صديد لا ده ما يتسبش يبقى لازم نعرف ده ونعرف ده علشان نعرف راسنا من رجلينا وعلشان محدش مش عاوز اقول الكلام طبق محدش يضحك علينا نروح نعمل عملية ملهاش داعي عملية ملهاش لزمة مش بس انا اخسرت ان الطفل ده تعرف لعملية واي عملية في الدينة لها مضاعفات بما فيهم اللوث اللي الناس فاكرينها زي عملية الخراج مع ان هي عملية كبيرة ومش عملية بسيطة ولا حاجة لان بفتح في منطقة دموية على منطقة الحل وبفتح في منطقة مليانة ميكروبات مليانة انفكشن مليانة عدوى فعملية مش بسيطة او سهلة لا عملية من كتر ما تعاملت هي بالنسبة للدكاترة بسيطة او سهلة لكن مش بالنسبة للطفل او للشخص اللي بيعمل عملية هي عملية مش بسيطة ولا سهلة بالمرة هي عملية بكل ما تحمله الكلمة بنج كلي وطفل بينام وبيصح مرة تانية فانا معرضش ابني او بنتي لهذه العملية الا اذا كان فعلا الموضوع مستحق ان هو يعمل العملية دي رسالتي للنهاردة اتمنى لكل حد بيشوفني دلوقتي وبيتابعني دلوقتي سواء من خلال شاهدة قناة الحبيب الصحب جمال او من خلال اليوتيوب بعد من الحلقة تترفع على النت ان شاء الله ياريت كل واحد يخلي باله من هذه الجزئية ما شلش اللوز الا اذا فعلا كان ابني او بنتي محتكين نشلوها واتمنى تكون رسالة وضحة طيب نروح للجزء التاني في شوية خزعبلات كده بتحصل تلاقي مثلا ابنك او بنتك رايح بيه الدكتور يقولك بص بقى اللوز دي اللوز خبيثة تشكلها منتشر ومتشعب تشكلها متشقلب تشكلها مش عارف ايه اللوز ليها نوعين من الانواع الالتهاب ده غير الاوران طبعا يعني كلمة خبيثة بلو فيه اوران بعد الشر معنا مين؟ تمام لو فيه اوران بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول عليها غير كده لأ اللوز دي حاجة من الاتنين يالتهاب حاد يالتهاب حاد يعني فيه صديد على اللوستين وحرارة عالية وما ينفع شي نشيل اللوز أثناء الالتهاب الحاد لازم الاول ناخد علاج الادن او البنت او الراجل او الست تخف مع تاريخ مرضي زي ما اتفقنا الشخص ده انت تروح للدكتور وقول له يا دكتور لازم كنا نبقى وعيين ونصحين يا دكتور دي تالت مرة يجي لالتهاب صديد على اللوستين يا دكتور لو سمحت بعد ما يخف احنا عاوزين يشيل اللوز تالت مرة خلال اربع خمس ست شهور خلال موسم خلال الشتاء خلال الصيف مش خلال السنة سنة يبقى احنا بنقيه سبع مرات في سنة واحدة او خمس مرات في سنتين او تلت مرات في تلت سنين متتالية التهاب صديدي على اللوستين بقى انا بروح للدكتور وانا واعي وانا عارف وانا واخد قراري ان الولد ده محتاجة فعلا نشيل او لا طب الدكتور ممكن يقولي يا دكتور اروح له اسأله يا دكتور ده التهاب صديدي ممكن انا اب وام في البيت برضو ما عنديش الدراية او القدرة ده دور الدكتور يا دكتور ده التهاب صديدي ده فيه صديد على اللوز ده السؤال اللي اسأله يقولي ايا فندم فيه صديد على اللوز ده فيه التهاب شديد قلب بصديد على اللوز مرة في التانية في التالتة أقول له سمعتها الدكتور إحنا عوزين في الثالثة خلال ستة شهور أو خلال موسم سمعتها الدكتور إحنا عوزين نشير اللوزتين دول لأن في الحالة دي فعلا اللواز ما أصبحتش مفيدة لجسم ابنك أو بنتك أصبحت للأسف الشديد ممكن تعرضه للحمة الروماتزمية على القلب طيب الدكتور اللي يقول لي اللواز دي مش عارف خبيثة ده شكلها متشعب كل ده يعني أنا هنقي أحسن كلمة ممكن تقال ده شغل سوق شغل ليه سوق لعشان أقنعك أو أضحك عليك أو أوهمك إنه لازم نعمل عملية معنا مين نورة إزايك إزاي كستكولة تفضلي طبعا طبعا هو بيجيله شهر أو شهر لا مكان اللواز بترتهب الصديد درجة حرارة تبقى 32 عين وأكتر نضطر إن إحنا ننزلوه مثلا تحط تلج لو ودناه مستفى أو حاجة وكذا دكتور فيه دكترا بيقولوا إن مشكلة في الجيوب الأمسية فبتمزل صديد على اللواز فبتخليها تعمل اللواز وفيه بقايا لللواز وفيه دكترا بيقولوا لا جل اللواز يا نورة طيب أنا فهمت سؤالك يا نورة هجاوبك حاد هجاوبك حاد يبقى نرجع مرجوعنا مرة تانية للخزعبلات اللي بتتقال أثناء الكشف ده اللواز دي خبيسة اللواز متشقلبة اللواز متعلقة الكلام ده كله نسبنا منه خالص أنا عندي مصطلحين التهاب حاد في صديد أو التهاب مزمن أو التهاب حاد متكرر التهاب حاد متكرر إن هو بيجي له صديد بعد كده يخف صديد بعد كده يخف صديد بعد كده يخف التهاب مزمن له شوية علامات إنه اللوزة تبقى كبيرة عن اللوزة اللوزة نفسها يبقى السطح بتاعها مش مستوي ومعرج وفيه كريبتس أو أخديد كتير وفيه بعض الأطباء لما بيلاقوا علامات الإزمان بيشيلوا اللوستين علشانها أنا مش مقتنع بصراحة بهذا الرأي لكن هذا الكلام موجود في بعض الكتب عشان كده فيه أحيانا حاجات أرفضها رفض القطعا وحاجات أقول والله فيه ناس بيعملوها ومكتوبة في بعض الكتب وفيه ناس مش بيعملوها نروح ليه الأجذوبة أو ليه الخزعبلة اللي بعد كده اللي بتقال أثناء العملية كتير جدا تلاقي أبا والأم سلام عليك يا دكتور احنا عاوزين نعمل العملية للولد ده بالليزر طيب بعد شوية يا دكتور لا اوعى تعملها لنا ليزر أصل الليزر بيعمل وبيسوي بعد شوية يا دكتور لو سمحت اعملها لنا بالطريقة الفلانية اللي فيها تجميل مش عارف إيه يا دكتور لو سمحت اعملها لنا مش عارف بإيه النهاردة أنا عاوز أقول لكم ببساطة وبصورة سهلة مبسطة جدا إزاي اللوزة بتتشال لما نعرف إزاي اللوزة بتتشال نعرف يعني إيه جراحة ويعني إيه اللي بيتقال عليه ليزر ويعني إيه اللي بيتقال عليه تبريد ويعني إيه كل الكلام ده ببساطة احنا قلنا من شوية اللوزة عبارة عن نسيج المفاوي النسيج المفاوي ده جوه كابسول أو جوه كيس مغطيه محوطه من كل الجهات موجود في الجنبين بتوع الحل الكيس اللي جواه الكابسول ده أو الغشاء اللي جواه نسيج المفاوي بيجي له تغذية دموية من فوق ومن تحت وأحيانا من النص يبقى ثلاث تغذيات دموية بس أشهرهم اللي فوق واللي تحت دور الجراح إن هو يقدر يشيل اللوزة نمرة واحد بدون ما يقطع الكيس ده عشان اللوزة ما تتفرفتش منه نمرة اتنين ويقدر يسيطر على التغذية الدموية اللي داخلة لللوزة فاحنا عندنا علشان نعمل الدور ده طريقتين من همش تالت طريقة الأولانية بسموها cold section أو الاستقصال الجراحي بدون أي وسائل حديثة مستخدمة يعني أنا بمسك الكابسول أو بمسك اللوزة اللي جواه الكابسول دي أشدها وأبدأ أجيب مقص واشرح على اللوزة مقصه وحاجة اسمه مشرحات أشرح 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 يقابلني معاق دموي أمسكه وأربط عليه غرزة يقابلني معاق دموي تحت تاني أمسكه وأربط عليه غرزة وعاق دموي في النص أمسكه وأربط عليه غرزة دي الطريقة اللي كانت متابعة لحد مثلا من عشر سنين فاته تقريبا ما كانش في طريقة غيرها على مستوى العالم مش يمكن في مصر بس طيب اللوزة دي او الطريقة دي لها عيوب A اول عب منها ان اللوزة دي ممكن غصب عني وانا عشان باخد غرزة على منطقة وخصوصا السفلية اللي هي بعيدة انا مش شايفها قوي باخد غرزة على حتة كبيرة من اللوزة في الحتة دي بتفضل تكبر مرة تانية زي اتصال اللوزة نورة مسكندرية تكبر مرة تانية تبدأ يجي على صديد والتهابات صديد والتهابات وبنتطر احيانا ان احنا ندخل الشخص ده عمليات مرة كمان عشان نشيل له الحتة الباقي اللي عملا بتيجي صديد والتهابات كل شوي ده اول عيب تاني عيب انا بربط غرزة والشخص ده نايم فلما يكون نايم بيكون الضغط بتاعه نوعا ما منخفض فاول ما يجي يصحى ويفوق وخصوصا مع مرحلة الفوقان يبدأ يعيط لو طفل صغير يبدأ يشد أعصابه لو شخص كبير فممكن غرزة من اللي انا واخدها على وعاء دموي تفك طب لو فكت يبدأ يحصل النزيف الأولي اللي هو داخل قط العمليات أو النزيف التفاعلي اللي بيحصل خلال 24 ساعة بعد العملية يبقى دي عيوب طريقة الجراحة اللي كانت مستخدمة قديما ظهر بقى الحاجات الحديثة أول حاجة هي وسائل كلها وسائل للسيطرة على النزيف أو على الأوعية الدموية اللي داخله جوه اللوزة نمرة واحد نمرة اتنين وسيلة ليه فصل اللوزة أو فصل الكيس اللي احنا قلنا عليه اللي جوه نسيج اللوز من السرير اللي النوزة نايمة عليه يعني في حاجة اسمها تونسيلر بيد أو السرير واللوزة دي نايمة فوقيه أنا بحاول أفصل ما بين السرير واللوزة دي بمنتهى الأرياحية بدون معور أي حاجة وأي معاقدمي أبدأ أعمله حاجة اسمها كوتوريزيشن أو إن أنا أكوي ده عن طريق إيه؟ أي جهاز كوي سواء الجهاز الكوي ده بيستخدم البايبولر دياثيرمي أو المونبولر دياثيرمي اللي هو جهاز كي كهربائي يبقى كي بالكهرباء بيولد درجة حرارة عالية قد تصل من 200 إلى 300 فبتبدأ إنها تحرق المكان اللي هيبدأ يجيب دم فبتبدأ تسيطر بصورة سريعة جدا على الدم طيب الكلام ده كتير قوي من الأطباء لو أنا قلت لك في العيادة أنا هعمل لك به جهاز كي كهربائي العيادة هيقول لك كهرباء أنت هتكهرب الولد فيبدأ يخاف فبدأ الدكاترة يتغلبوا على هذا الموضوع بكلمة ليزر أنا ما بحبش الطريقة دي فدايما يجي العيان يقول لي هتعملها لها دكتور بالليزر هقول له اللي أنت بتقول عليه ليزر أو للناس بيقول عليه ليزر لكن ده جهاز كي كهربائي اسمه بايبولر دياثيرمي أو منوبولر دياثيرمي دي كلها أجهزة كي كهربائي ظهر بعد البايبولر دياثيرمي أو منوبولر دياثيرمي حاجة اسمها ريديو فريكوينسي اللي هو التردد الحراري ده أقل فيه الاحتراق يعني البيبولر دياثيرمي أو منوبولر دياثيرمي بيحرق في حدود ملي من المكان الحر الريديو فريكوينسي لا بيحرق أقل شوي يبدأ الطريقة اللي ظهرت من عشر أو اتنشر سنة كده وكانت مستخدمة بطريقة كتيرة جدا وإلى الآن لازالت مستخدمة بطريقة كبيرة جدا طب واحد يقول لي طب يا دكتور طب ما فيه حرق وحرارة طب ايه مميزات الطريقة دي عن الطريقة اللي قبلها اللي احنا قلنا عليها الطريقة الجراحية اللي هو الكل ديستيكشن هقول لك بمنطقة البساطة نمرة واحد ان انا قدرت ان انا شيل اللوزها بالكامل اشرتها كلها بصلطاتها ببابا غنجها بالكامل بدون ما سيب اي فرفيت منها ده اول حاجة نمرة اتنين ان الدموية او العروق الدموية اللي كانت داخلة جوه اللوز قدرت ان انا اكويها وسيطر عليها بدون ما بعد الشر يكون فيه فرصة لحدوث نزيف اولي او نزيف تفاعلي يبقى نسبة النزيف الاولي او التفاعلي في الطريقة دي قلت كتير جدا ده كان فيه بعض الاحيان كنا نسمع ان الطفل بينزف والناس مش قادرين يسيطروا عليها على طربيسة العمليات بالغرز ياخدوا غرز كتير وما فيش فايدة الولد بينزف وما فيش فايدة لانه مش قادرين ان هم ياخدوا البيبولر او ما عندهمش الوسائل الكي اللي ظهرت مؤخرا او ظهرت حديدا يبقى دي اللي بتقال عليه ايه الليزر واحد يقول له طبعا يا دكتور الليزر نفسه ما بيستخدمش في الليزر اقول له لا بيستخدم بس نمرة واحد تكلفة عالية جدا جدا نمرة اتنين مش افضل ما يمكن لانه في حاجات افضل من الليزر وارخص من الليزر لكن اللي بيتقال عليه الليزر يا جماعة هو مش الليزر هو جهاز كي كهربائي موجود في جميع المستشفيات اسمه البيبولر دي يا سيرمي لكن جهاز الليزر نفسه تكلفته غالية جدا وتكلفة تشغيله غالية جدا علشان كده على حد انه في مصر محدش بيستخدم جهاز الليزر الليزر نفسه في عمليات الليستين واللحمة لكن بيستخدم ايه جهاز بايبولر دي يا سيرمي بيتقال عليه ايه بيتقال عليه الليزر طيب واحد يقول له دكتور طب في حاجة احدث والناس بتستخدمها دلوقتي في مصر بصورة امنة وافضل ويعني بياخدلي المستين اللي هو ما سيبش حتة باقية وما فيش دم وفي نفس الوقت ما فيش حر فما فيش وجع بعد العملية اقول له اه في جهاز اخر حاجة المفترض مستحدثة في استقصال الليستين على مستوى العالم انا ما سمعتش حاجة احدث منها دلوقتي في استقصال الليستين واللحمية انا وهي جهاز اسمه الكوبليشن جهاز الكوبليشن او الكي بالتبريد هو ما بيسقعش مكانه زي اجهز الكريو لكن هو كل دوره ما بيولدش درجة حرارة عالية لانه هو بيستخدم تقنية البلازمة في فصل الخلايا فما بيولدش درجة حرارة عالية درجة الحرارة المولدة فيه تقريبا بتبقى من اه اه اربعين لستين يعني كأنك تشرب كوباية شاي دافية فما فيش حرارة عالية ما فيش احتراق فده بالتالي يؤدي ما فيش وجع ما فيش راحة وحشة بعد العملية الريكافري او التشافي بعد العملية بيبقى أسرع بكتير جدا من الطرق التانية الكمبليشن ده بمنطقة البساطة اللوزة بتتمسك ونبدأ ندوب النسيج اللي حواليها ان شاء الله الحلقة الجاية هبقى اجيبلكو فيديوهات للتلات نماذج او للتلات امتل عشان نتشوفها مع بعض عشان نتعرف على ايه اللي انا بتكلم عليه او ايه اللي انا بحكيه لان برضو لما نشوف بعينينا هيبقى الوضع اسهل وابسط بنبدأ اللوزة بتاخد بزبط ثلاث اربع دقائق بتلاقي اللوزة انتهت تماما وتشالت وفي نفس الوقت تم السيطرة على الععاية الدموية الطفل بعد العملية بيدأ ياكل مفيش صعوبة في البلع زي الطرق التانية الريكافري او التشافي بيبقى سريع جدا نسبة النزيف بعد العملية بيبقى قلب كتير جدا دي كل الطرق المستخدمة دلوقتي فيه اللوستين النهاردة عرفنا اجابة عن ثلاث حاجات او خدنا بالنا من ثلاث حاجات حاجة الاولانية امتى اقرر لابني او بنتي او ابن عمي اختي ابن خالي يحتاجين يعملوا عملية اللوستين امتى ما تخدعش فيه الكلمات الرنانة اللي تتقال فيه بعض العيادات نمنا ثلاثة اهل الاساليب والطرق المستخدمة في استصال اللوستين يا اما الجراحة يا اما كي حراري بيه الكي الكهربائي يا اما الكي بالتبريد او ما يطلق عليه الكي بالتبريد لكن هو جهاز اسمه الكي بالبلازما او جهاز الكوبليشن اتمنى كده اكون اجبت حضراتكم عن معظم الاسئلة اللي بتدار حوالين استصال اللوستين لان موضوع ما فيش تقريبا بيت في مصر اللي عنده طفل وما فيش حد عنده طفل الا اذا هذا الموضوع اضطرح ولو مر على الاقل في عمر الطفل جلنا تلات اسئلة جلس الصبحي بنته مريم خمس سنين دايما عندها نزيف احيانا من ناحية واحيانا من ناحيتين بمنطقة البساطة يا جماعة النزيف اللي بيجي من الانف وخصوصا من الاطفال بيبقى من منطقة اسمها الليتل ايريا غالبا بنسبة 99% الليتل ايريا لمنطقة الامامية من الانف هقول تلات نصايح نصيحة وقت حدوث النزيف كلنا يابنرجع الرأس وراء يابننزلها قدام يابنجرع الحوض والتلاتة غلط اول ما ابني او بنتي ينزفه اول حاجة بعملها بامسك الحتة الطرية ده وده من المناخير وادوس عليها جامد لمدة من 10 دقائق لربع ساعة والطفل يفتح بقه وياخد نفسه وبقه بعد كده سيب ايه دي هلاقي غالبا الدم توقف لو لقينا الدم توقف بعد كده بنبدأ نخسل المناخير بمية ساعة طب لو عملنا كده الدم لسه ما توقفش في الحال بروح لصدلية عشان اخد حقنا للنزيف واخدها عضل بعض الناس بتكسر قنبول وتحطوا ده ملوش واقع علمي او إثبات علمي النزيف لسه ما توقفش بروح المستشفى ده التصرف الامثل لما يحصل عند ابني او بنت نزيف طب ما بين النزيف يعني واحد عنده ابنه بينزف يوم ويوم مثلا ما بين النزيف اعمل ايه عشان ما يخليش النزيف يحصل نمرة واحد واثنين وثلاثة وتسعة غسيل الانف بالطريقة الصحيحة ازاي اخسل مناخير ابني او بنتي او اخسل مناخير او مناخير اخوية بالطريقة الصحيحة مية من الحنفية مية لسخنة ولا ساعة واستنشئ استنشاء الصلاة بس بصورة صح اخبط المية في مناخيري مع الشفت وبعد كده اكتب نحية ونف بالراحة نحية التانية النف بعنف هو بيعمل نزيف اللعب في المناخير والطفحيل في المناخير بيعمل نزيف عدم غسيل الانف بصورة صحيحة بيعمل نزيف فدي الحاجات اللي بناخدها ما بين النزافين لو حد بينزف يعمل الحاجات دي نمرة اتنين اي مرهم مضادة حيوي للعين او اي مرهم ملطف للانف ادهن بطرف ايد الصغير او بودانة صغيرة بالراحة بالراحة جوه المناخير بالراحة على المنطقة الامامية هنا وهنا من جوه برضو ده بيلطف المناخير بيقلل من الستريتشنج او النشفان اللي بيحصل ليه الميكوزة للاخشية المخاطية الموطنة للانف اللي بتؤدي ليه كشف الاوعاد ده المنادد دقيقة اللي بيؤدي ليه حدود النزيف فدي من افضل الحاجات اللي ممكن نعملها المراهن من الطفل الانف اللي دي هنا جوه المناخير دي تاني حاجة تالت حاجة لو فيه التهبات في الانف تتعالج فورا عمد دكتور انفو اوذن وحنجرة عشان من ضمن اهم الاسباب ان يحصل نزيف ان وجود الالتهابات في الانف رابع حاجة نشوف ايه اسباب الالتهابات الانف زي وجود اللحمية مثلا مثلا زي وجود اللحمية ممكن تعمل الالتهابات متكررة ونعالج السبب فلما اذا عرف السبب بطل العجب وشنا السبب فالموضوع يبدأ يخفر التدريج ان شاء الله دي كل حاجات بنقدر نعملها عشان نوصل ليه النتيجة المرضية بإذن الرحمن في النزيف عملنا كل ده وما فيش فائدة والطفل ده بينزف لازم اعمل تحليل معدلات السيولة صورة دم صورة نسفة تجلط اي النار وبعض التحليل الاخرى قد نحتاجها زي وظائف الكبد وإلى اخره احيانا بعض الادواب تؤثر على معدلات السيولة ايوة عشان كده الطفل او الشخص اللي بينزف كتير وبياخد علاجات للكبد او بياخد اي علاجات يفضل انه يعمل التحليل دي في الاول علشان نطمن هل السيولة بتاعته فيها مشاكل ولا لا ده نصيحتي للأستاذ الصفحي السيد صلاح عمده مشكلتين بنت عدد 19 سنة وعندها ضيق في الانف ضيق في الانف لازم لديه اسباب ما فيش حاجة اسمها منخير ديقة وشكرا هل فيه انحناها في الحاجز الانفي ولا لا هل فيه تضخم في الرفوف الانفية السفلية ولا لا هل فيه اكياس هواقية كبيرة وسادة الدنيا ولا لا هل فيه لحميات في الجيوب الانفية ولا لا هل فيه حاسية مزمنة في الجيوب الانفية ولا لا بعض الحاجات دي بيتم علاجها بالعلاج الدوائي المناسب وبعضها بيحتاج لتدخل جراحي بعد فشل العلاج الدوائي بنقصين كده ولازم مربع كبير نحطه بعد فشل العلاج الدوائي ما فيش حاجة اسمها مننا سلام عليكم تعالى منخيرك فيها مشكلة يلا هتعمل عملية انا كده الطبيب ببقى عارف ان الشخص ده بنسب يعني الشخص ده بنسبة 90% بش هيعمل عملية الشخص ده بنسبة 90% هيعمل عملية بس لازم ما احرموش من فرصته في العلاج الدوائي لازم اللي ياخد قرار عملية الانف هو الشخص المريض نفسه وليس الطبيب امتى بستعجل بستعجل في حاجتين لو بعد الشر شاكك ان فيه ورم بستعجل انا اخد عينة من الورم ده عشان احلله عشان اعرف ايه طبيعة الورم عشان اعرف هتعامل معاه ازاي كل مكان بدري كل مكان افضل بستعجل لو شكيت في حاجة اسمها او بعض انواع الطفيليات العنيفة اللي بتيجي للناس اللي عندهم مشاكل فيه الامراض المناعية زي مرضى السكر او المرضى عفان الله اللي بياخدوا ادوية للسرطان او خلافه ده بيأثر على المناعة فبيكونوا عرضا لي حدوث هذا الالتهاب الفطري العنيف دول بس النوعين اللي بستعجل فيهم لمرضى الانف وبنبه الاهل بقولهم خلي بالكو في خطورة واحدين تلاتة اربعة فدول النوعين اللي بستعجل فيهم غير كده عمليات الانف هي كلها عملات إليكتف اختيارية باخد فيها راحتي خالص باخد فيها راحتي في اتخاذ العلاج المناسب قبل العملية باخد فيها راحتي في اتخاذ القرار المناسب قبل العملية كمان العلاجات اللي بناخدها قبل العملية بتحسن من الأوتكم او بتحسن من نتيجة العملية بيجينا عياني يقول لي صاحنا دكتور انا جالك من سفر ولو سمحت اعمل العملية بكرة اقول له لا لو سمحت مش عملك العملية بكرة لازم اديك شوية علاجات علشان يبقى حالة منخيرك وانا بعمل العملية افضل فده بيحسن من الأوتكم او بيحسن من النتيجة حتى بعد العملية ودي نصيحة لكل عزقنا المشاهدين في عملات الانف مش عاوزين استعجال مش عاوزين كهرباء للدكتور لأن زي ما اتفقنا العلاج اللي قبل العملية مفيد جدا لنتيجة العملية نفسها بنته الثاني صلص صلاح هي موضوع الحلقة 15 سنة أول مرة بتاعية لراحت الدكتور قال لهم اوعى تعمله وأنا بشد على إيدي الدكتور ده دكتور محترم راحت الدكتور تاني قال لهم لازم تعمل العملية يعني أتمنى يكون الدكتور التاني ما يخدش منه باله من التاريخ المرضي أو افتكر إنها بتاعية كتير أو كده لأن ده طبعا أنا مش معاه بالمرة تماما مادام نورة 27 سنة جزها عمل اللوز وهو عن 11 سنة ودلوقتي حالاته بتوصل إلى 42 وبيكون في صديد في الحل وحد قال لهم لا ده من التهابات الجيوب الأنفية التهابات الجيوب الأنفية من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤدي إلى التهابات الحل ففي الحالة دي لو فعلا فيه التهابات الجيوب الأنفية المفترض إن احنا ناخد العلاج المناسب للتهابات الجيوب الأنفية لغاية ما الجيوب الأنفية تخفت تبقى كويسة جدا لو خفت تبقى كويسة بنبدأ نشوف بواقي اللوستين زي ما اتفقنا لو هي دي وتأكدنا إن هي متضخمة مرة تانية وهي اللي بتعيي وهي اللي بتجيب له صديد في الحالة دي ومتكرر مدام نورة بتقول كل شهر مرة فلا في الحالة دي محتاج إن البواقي دي تكشال ففي احتمالين نمشي وراء الاحتمالين بإذن الرحمن عزاء المشاهدين للأسف الشديد وقت مع حضراتكم خلص بسرعة جدا لكن عزاء الوحيد إن احنا هنتقابل إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي يوم الثلاث اللي جاي قبل دلوقتي بساعة على هواء قناتنا المحبوبة قناة الصحة والجمال سنين الأسبوع الجاي إن شاء الله في ختام هذه الحلقة أتوجه بخالص الشكر والتحية والتخدير لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة أتوجه أيضا بخالص الشكر والتحية لإخوتي فريق الكنترول الصحة والجمال وإلى أن ألقاكم لكم مني كل الحب السلام عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر